في الحقيقة كما ذكرت أنه وصلوني إلى حسب طلبي والرسالة التي أرسلتها إلى الرئيس بشار بأرجو الموافقة على حاولتي إلى بلدي تمام وصلنا البوكمال البوكمال مواجهة للقائمة وحصيبة كان ويايا العميد يونس مساعد آصف شوكت وهو كل الأدار العملية آصف شوكت مدير الاستخبارات العسكرية وحضر نفس الشخص الذي وصلنا إلى آصف شوكت من دخولنا إلى سوريا اللي هو العميد الركن نصيح إيجاني إلى إيجانا إلى البوكمال قال أركب السيارة عندهم سيارة ستيشن يعني ثلاث مقاعد بيجو راح نوصلك إلى طريق المهربين من هناك تدخل منه وتروح إلى حصيبة قلت لحصيبة أنوارها هنا ليش دروح للصحراء وأنا وزير أنا ما عندي علاقة بطرق المهربين وليلة بالليل قال هذا هو التوجيه قلت لها خير إن شاء الله مشينا حوالي ثلث ساعة أو أكثر بالصحراء بعدين طف الأضوية الرجل هو عميد ركن نصيح دخلنا في حفرة هو شال الجنطة مالتي ويمشي دخلنا في حفرة بعدين صعدنا على تل مش عالي نزلنا على الأراضي العراقية سلمني تسليم إلى سبع جنود أمريكان قالوا لا توقف موجهين الرشاشات الليزر علي بنادق الليزرية كتفوني حطوا القبع براسي دخلت بالسيارة السيارة مهيئة مشت السيارة لفترة زمنية دخلت آنوي السيارة بطيارة شينوك يعني محضرين لوجستيا محضرين طيارتين إلي المهم وصلنا إلى مطار آخر ثابت مطار نقلوني إلى طائرة ثابتة الجناح والطائرة ثابتة الجناح نقلتني لوحدي كان جندي ينطيني مي ويقيس نبضات القلب وصلنا إلى مطار بغداد ودخلت مباشرة إلى التحقيق الساعة بالأربعة الصباح هذا وصلت بالعشرة لمطار بغداد نعم وتقريبا بالأربعة الصباح خلص التحقيق